دور الجدة فين؟ مش راك بقى أو دور أم الست دي فين؟ بصي It seems يعني أو باين كده من القصة إنه أهل الأم نفسهم متأثرين جدا بالأفقار اللي أنا بقولك عليها دي إنه بقى تقعد وتضحي وتربي البنت وما تتجوزش عشان ما ترميش بنتها ففي الآخر الأم مثلا الجدة دي ممكن تكون هي نفسها كانت شايفة إنها بنتها غلط إنها تعيش حياتها وعلى فكرة بنشوف ده كتير كده يعني أنا ساعات كتير بشوف مثلا بنت في علاقة زوجية في منتهى الأذى جزها بيأذيها أذى غير قبيعي تقيت المنافسي بتعزي بقى مطلقة؟ ما كلنا عايشين وساكتين؟ ما تعيشي بالزبط ما تعيشي؟ ليه عايش؟ أول واحدة تقول لها خليكي وعودي عشان خاطر عيالك أنا مهل أنا بعيال أنا وأنا فين؟ بالزبط كده ومش بنشجع على كده بس هلما نشجع أننا نبقى في مجتمع سوي بالزبط وليه نقعد نقرر في سيناريوهات الأذى ونبقى كلنا أجيال وراء أجيال من التعساء ما هو؟ إحنا محتاجين أن نحن نحافظ على الأسرة بس نحافظ عليها بشكل سوي طبعا فالناحية تانية يبقوا عارفين أن هما مسؤولين عن أن هذه العلاقة تستمر بشكل صحي لكن لو الراجل متخيل أنه الستة الكويسة لازم تاخد على دماغها وتسكت عشان خطر عيالها يا أختي نعرف أن الراجل بيصرف بس والستة بتربي تشتكي من إيه؟ من إمتى إحنا منتعب؟ ما إحنا بنخلف وبنقوم؟ ده لأن إحنا كنا زمان بنخلف ونقوم نعمل العيل أكل بتشتكي ليه؟ إيه ده؟ لا وحاجات أكثر من كده بكثير بقى أنه يعني يبقى بيعمل حاجات كثير جدا وبعدين طب بس أحميدي ربنا أهو بيصرف عليكم أو بس أحميدي ربنا ده ما بيخنكيش أيوة بس طب بيضربني بالنسبة يا معقولة ما بيضربنيش طب بس هو يعني ليه لازم تبقى في كارثة بنا يباركي يعني عارفة لأولا أنت برسين أنت ما ضربتنيش برسين أنت ما بتخنيه وساعات بقى ساعات بيبقى بيعمل كل الحاجات وبرضو بيتقال لها بس لويتي مشيتي مش هتلاح حد يصرف عليك لازم تشتغلي الأول عمرك هتشتغلي أنت عمرك مشتغلتي ولا عرفتي شغل يبقى كماني وولادك هيتشردوا ومش هيلقوا يأكلوا يعني كده تخويف كتير قوي من القصة النهاردة أنا شايفة قصة أنه أم اتجوزت بس أم اتجوزت بس علجيلي بقى اللي حصل ده كله يعني ردوة دي هتحتاج قد إعلاج يعني هي الفكرة أنه تصنيفها إيه فعل من نفس تصنيفها نهي عندها الحالة اللي هي فيها دلوقتي دي حالة ممكن تكون دخلت في كتئاب عشان تقول أنت حور ساعة تقول أنا عايزة أموت نفسي وأنا معديش ثقة في أي حد وأنا شايفة أن الدنيا وحشة وما بقيتش بو فيكتئاب بالزبط بالزبط كنت هقول لك أنا بقيت خلاص دكتورة هنا بقصة حائلة لأنا ممكن أجاوب بذكرة حبيبتي ما هو الكتاب ده بقى غالبا بوست تروماتيك من التروماتيك طبعا من اللي حصل كل ده بسببا وبعد الأحداث دي هي بدأت بقى تخش بالزبط هي طبعا عندها صدمة كبيرة جدا لأن في دماغها هي تباعت وتثابت وتصدمت في أمها اللي رمتها يعني هي في دماغها في أسباب تخلي هذا الحدث بالنسبة لها تروماتيزنج ترومة كبيرة جدا طب هل هو الحدث فعلا بهذا السوق لا لكن هي شفيته بهذا السوق عشان هي عندها قراتي حاجات مفاهيم مزروعة في دماغها من زمان مش مظبوطة قوي تكلم مامتها ولا ماتكلم هي محتاجة تتعالج الأول عشان نعرف بقى نتكلم مامتنا احنا هنكلم مامتنا واحنا شايلين منها خاش كلم ماما وقول لها أنا محتاجة تعالج بسبب كل أنا في ده بسببك هي الحقيقة هي عندها 25 سنة فهي تقدر تتعالج من غير مكان يعني هي مش محتاجة ماما لتعالجها فهي كل ما هي ابتدت تتعايفة وتحس إنها قادرة تقف على رجليها وقدرة تبقى إنسانة صحيحة نفسيا وقدرة تشوف الدنيا بشكل مختلف كل ما ده ساعد على إنها ترجع علاقتها بأي حد بشكل أكتر صحيح وتتقبل إن اللي حواليها اليوم حق إنهم يعيشوا بالضبط وأنا لي حق إن أنا أخد بلي من نفسي برضو عشان ما تعودش هي برضو تكرر في نفس السيناريو يعني هي محتاجة إن هي بقى تكسر هذه الحلقة من المفاهيم الخاطئة إنه لا يا ردوة أنت من حقك إنك تتجوزي من حقك تبقي سعيدة من حقك تعيشي كويسة وإن أنت لو بقيت إنسانة سعيدة وعيشة كويس ومرتاحة ونجحة ده لا يعني إنك ما بتحبيش ولادك ده يعني إن أنت أم صحيحة نفسيا وحتربي أولاد أصحاء